وحاوي يا وحاوي اياحة وكمان وحاوي اياحة اهلا بكم وحلقة جديدة من حلقات اياحة وكل سنة وانتوا طيبين طبعا كلنا عارفين فنوس رمضان وده يمكن اصغر حجم الفوانيس اللي موجودة في السوق دلوقتي طب ايه ايه حكاية فنوس رمضان اللي احنا ايه بنجيبه وبنفرح به وبنجيبه لولادنا وبنجيبه حبايبنا بس تعالوا مع بعض نعرف قصت الفنوس في الاساس ما كانتش وظيفته ان هو فنوس رمضان لولعب اطفاله وكده الفنوس لما كانوا بيستخدموه في العصر الاسلامي عشان يزوروا بيه قريبهم ويمشوا بيه في الشوارع ويزوروا بيه جيرانهم واصحابهم وقريبهم بالليل دي كانت في الاساس وظيفة الفنوس لكن سنة 389 هجريا بالاخص يوم 5 رمضان صدف الدخول المعز لدين الله الفاطمة القاهرة وكان بالليل فاستخدموا الفوانيس علشان يستقبلوا بيها وعشان ينوروا بيها وهما بيستقبلوا وهتفات الترحيب كتير قوي اللي كانوا بيقولوها للمعز لدين الله الفاطمة ومن هنا اتحولت وظيفة الفنوس من وظيفة اساسية الى وظيفة تانية طرفهية وارتبطت بشهر رمضان لحد دلوقت وساعتها المعز لدين الله الفاطمي امر الشيوخ انه هما ينوروا الشوارع بالفوانيس طول شهر رمضان وهنا ارتبط الفنوس بشهر رمضان واصبح فرحة للاطفال وكمان بقى هدية يهادي بيها الحبيب لحبيبته بس الفوانيس زمان كانوا بيحطوا جواها شمعة ما كانتش بتشتغل بالبطارية وكمان المعز لدين الله الفاطمي لما زي ما بيقولوا كده طلعها ان هي فكرة ان هي نوروا بيها الشوارع وربطها بشهر رمضان مش بس مصر اللي طبقتها لا كمان دمش وحلب وغزة وغيرهم من الدول بدأوا يطبقوها بعد المصريين تعالوا بقى اقول لكم ازاي اتطور الفنوس من زمان لحد دلوقتي زمان الفنوس كان عبارة عن علبة صفيح مربعة فيها فتحة بيدخلوا منها شمعة عشان ينوروا بيها الشوارع او ينوروا بيها الفنوس وبعد كده اتطور ببقى ازاز وصفيح والازاز كان متلون في الالفية بقى الجديدة بقى الفنوس بيشتغل ببطارية مش بشمعة وهنا انتهى عصر الفنوس بيشمعة في السنوات بقى الاخيرة بدأت الصين طبعا ان هي تتدخل بقى باختراعاتها وافتكاستها وتعمل الفنوس رمضان على شكل اشكال كرتونية بوجي وطمتم وعرايس وحاجات كتير قوي بتغني كمان اغاني رمضانية واناشيد وكمان بتنور ببطاريات برضو مش بشمعة لان زي ما قلنا عصر الشمعة ولا وفات واصبح الفنوس في التراس المصري الحديث والقديم اداة اساسية او فرحة اساسية من ضمن فرحة رمضان كمان دلوقتي بقى جينا في السنوات الاخيرة رجعنا بقى الجملة من فتأ دي متاه من فتأ دي متاه طبعا ده مثل شعبي مصري اصيل ورجعنا تاني للفوانيس ومصفيح وازاز ملون بس طبعا اللي بيقدر ايمتها هم الكبار اللي عصره الفنوس ابو شمعة وطبعا عصره بداية الفنوس الاولاني اللي هو الصفيح والفنوس اللي ازازه ملون فطبعا بقى موجود بينه كل الاحجام وكل الاشكال في السوق من الحجم الكبير قوي والحجم الصغير اللي انا وردت لكم في اول الفيديو فرحة الفنوس اهم فرحة فرحة رمضان واول حاجة كلنا بنحتفل بيها في شهر رمضان وبنلاقي الشوارع كلها والمصريين كلهم بيحتفلوا بشهر رمضان وبنلاقي الشوارع والمحلات كلها مليانة فوانيس ودي كانت فرحة رمضان بالفنوس استنونا في فرحة جديدة في التراس الرمضاني وفرحة رمضانية في سر من اسرار اياحة